قانون الاحوال الشخصية خليعرف يا اخوان يا مشاهدين قانون الاحوال الشخصية باقي نفسه بدون تغيير اللي راح يصير انه دخلنا مادة تعديليا للي يريد يروح للقانون الجحفري للي يريد يروح يعني من اختياره للزواج جديد يقدر يروح للقانون الجحفري اما القانون باقي لكل العراقيين ما حد راح يأثر عليه يعني الشيعي او السني او الكردي اي واحد يريد يروح القانون القديم فهذا من اختياره كل اللي راح يصير اكو تعديل جديد هنالك مدونة تابعة للمذهب الجعفري والمذهب الجعفري يعني الشيعة والشيعة يعني الاغلبية اسألكم بالله قانون ديمقراطي وتريد يتمارس عليه ديكتات ولي لا الكراد ليش معترضين الاخوة الكرد ليش معترضين على هذا القانون ومعدهم قانون خاص بيهم هنا في كرد شوف احنا عدنا عدنا مؤسسات مجتمع مدني وعدنا قوة سياسية الان تعمل لاجل السفارات الغربية لا يقول استاذ وفاء غالي احنا عدنا ملاحظة هو هو اعرف ديقل لهو شن على شن تعترض انت انا شيعي واني عندي حق بالدستور العراقي انا شرع قانون احوال شخصية مثل ما عندي المسيح قانون فبالتالي ما تجبرني يا اخي القانون كما هي رح يبقى ماكو اي مشكلة القانون القديم وراح نضيف له تعديل انه المزوج الجديد اذا تسمح لي اسمع ملاحظة استاذ وفاء حتى الامم المتحدة حتى الانتحاد الوروبي طالبوا منكم يا استاذ عليم هو 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 هناurun المشكلة الاتحاد الاوروبي يريد المثلية بالعراق يريد الشدود الجنسي بالعراق لا لا هو شلي لا 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 يا عزيزي يا عزيزي انا بلد بلد عندي سيادة وانطقدم لالاتحاد الاوروبي ولا الاتحاد الامريكي ولا اي اتحاد يفرض علي اني بلد مستقل عندي قانون وعندي دستور وعندي حكومة منتخبة اليعجبة يعجبة والما يعجبة يرقع لأسه باي حال أنا ماذا أسوي شيء خارج ضرابط الدستور اللي صوت عليه الشعب أنا مو بلد خاضع للإرادة الأوروبية هو بكيف يختار للقوانين أنا بلد أولا عندي احتقاد ديني وعندي عقيدة دينية وعندي أعراف وعندي تقاليد فبالتالي أنا من الحقي أشرع قوانين تتناسبوا يلبي أمالتي أقول بالنص وأكرر هذه العبارة يا أخواننا العراقيين قانون الأحوال الشخصية باقي نفسه اللي يريد يروح يتزوج على الطريق القديم على القانون القديم باقي بينما أكو الآن باب جديد للي يريد يتزوج وفق المذهب الجحفري أو وفق المذهب السني فأكو مدونة رح تطلع من الوقف الشيعي ومدونة من الوقف السني وهذا الموضوع اختياري مو إجباري خلي أعرف الجمهور ماكو إجبار بالموضوع